اختبار كراس المتحان على الدرس الأول الحفريات رقم واحد قارن بين الأثر والبقايا مع ذكر مثال لكل منهم الأثر الأثر الدالة على نشاط الكائنات الحية القديمة أثناء حاف مثل أثر قدم ديناصور أو أنفاق الدين طيب بقايا الأثر الدالة على بقايا الكائنات الحية القديمة بعد موتها مثل بقايا جمجمة ديناصور نين اذكر اسم ونوع كل حفرية من الحفريات الموضحة بالأشكال التالية رقم واحد حفرية كهرمان نوحة ايه؟ كائن كامل حفرية الأمونيت قالب مسمط حفرية طابع سمكة نوحة حفرية طابع بقايا بقايا أسنان كرش نوحة ايه؟ بقايا أثر أنفاق دين نوحة أثر أخشاب متحجرة نوحة حفرية متحجرة ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ لكل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ واحد توجد الحفريات غالبا فيها الصخور النارية عبارة خطأ صخور مين؟ الرسولية اثنين اكتشفها التأول حفرية للماموس محفوظة في الكهرمان عبارة خطأ في الجري ثلاثة الكهرمان مادة سمغية كانت تفرزها بعض الأشجار السمغرية القديمة عبارة صحيحة مادة ايه؟ مادة سمغية تفرزها الأشجار السمغرية القديمة لما تجمد تكون ما يسمى ايه؟ بالكهرمان أربعة أكمل الجدول التالي الذي يوضح أنواع الحفريات طيب حفريت نقط الأمثلة الماموس يبقى ايه؟ كائن كامل الكائن الكامل الأمثلة زي الماموس وزاي حفريت مين؟ الكهرمان تبتكون ازاي؟ ليدفن السريع الدفن السريع للكائن الحي ومجرد موته في وسط يحميه من التحلط مثل الجديد أو الكهرمان طيب حفريت القولوم مسمط الأمثلة ايه؟ زي النمولايت والتاليوبيت والأمونايت تبتكون ازاي؟ الكوكا والمحار لما يموت بيسكت فيه ألقاع ويدفن في الرواسب الأجزاء الرخوة تتحلل بفعل بكتيري التحلل الرواسب تملأ الفجوات بمور الزمن تتسلب وعبر الماليين السنين تتأكل الصدفة تاركة قالبا مسمطا يحمل نفس التفاصيل الداخلي الكوقع طيب الحفلات المتحجرة زي الأخشاب المتحجرة وزي بيض ديناصور متحج و زن ديناصور متحج طيب ازاي تكون ازاي؟ نتيجة إحلال المعادن محلل المادة العضوية للكائن الحي جزء بجزء مع بقاء الشكل الخارج خمسة اكتب مصطح العلمي الدالة على كل مما يأتي واحد نسخة بقاء الأصل لتفاصيل الخارجية لهيك الكائن حي قضية صح الطابع حفيت الطابع دين احلال مادة السلكة محل المادة العضوية للكائن الحي جزء بجزء صح التحجر سميه ايه؟ التحجر ستة علم يأتي تسمى منطقة الغيبات المتحجرة بالكطمية بجبل الخشب لأنها تحتوي على أخشاب متحجرة تشبه السخور اتنين تعتبر الأخشاب المتحجرة من الحفريات بالرغم من أنها تشبه السخور لأنها تدل على تفاصيل حياة نبات قديمة سبعة جذبة الحفريات انتباه الإنسان منذ التاريخ مبكر بصفتها سجل الحياة القديمة على الأرض واحد ما المكسوب بالحفريات أثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة في السخور السبعي اتنين اذكر شروط تكون حفريات أول حاجة وجود هيكل صلد لأن الأجزاء الرخوة تتآكل بفعل بكتيري اتنين الدفن السريع للكائن الحي بمجرد موته لكي تتكون حفريات كائن كامل ثلاثة توافر وسط مناسب تحيل فيه المعادن محل المادة العدوية للكائن الحي واحد ما المكسوب بكل من رقم واحد الحفريات المرشدة حفريات الكائنة الحية التي عاشت فترة زمانية قصيرة على مادة جغرافي واسعة ثم ماتت وانقرضت ولم تظهر في حقاب تالية أخرى اتنين السجل الحفري تسلسل الحفريات الموجودة في طبقات السخور الراسوبية من البسيط الى الراكل اتنين اذكر اهمية الحفريات رقم واحد تحديد العمر النسبي للسخور الراسوبية يبقى تحديد العمر النسبي للسخور الراسوبية الاستدلال على البيئات القديم دراسة تطور الحياة التنقيب عن البترو ثلاثة ثلاثة سوب ما تحتوي خط واحد تستخدم حفريات الكائن الكامل في تحديد العمر النسبي للسخور الراسوبية الحفرية المرشدة حفرية المرشدة اتنين يتضح من دراسة السجل الحفري ان الحياة ظهرت اولا على اليابس وان الكائنات تطورت من البسيط الراكل في البحار ثم انتقت إلى اليابس ثلاثة البرمائيات اول ما زهر من الفقريات على مسح الحياة صح الاسماك اربعة تعتبر حفريات الفورمانفرا حلقة وصل بين الزواحف و الطيور الاركيو بيتريكس اربعة رتب حفريات الكائنات الاتية من الأقدم إلى الأحدث رقم واحد حفريات الاركيو بيتريكس حفريات الماموس طابع سمكة حفريات تراليو بيت رقم واحد تراليو بيت ثم طابع سمكة ثم الاركيو بيتريكس ثلاثة الماموس رقم اربعة اتنين السرخصيات كاسيات البزور التحالب عريات البزور رقم واحد التحالب ثم السرخصيات اتنين ثم عريات البزور رقم ثلاثة ثم كاسية البزور رقم أربعة خمسة أذكر اسم كل من الحفريات التالية مع ذكر الماء الذي يدل عليه وجودها في مكان الماء رقم واحد حفرية النمولايت طيب وجودها يدل على إيه؟ أنه كان قاع بحر منذ أكثر من خمسة وثلاثين مليون سنة طيب اتنين نبات السرخسيات يدل على أنها بيئة استوائية حارة ممترة ثلاثة الفورة منفرة وجودها يدل على وجود البترول أربعة المرجان يدل على بحر صافية دافئة وضحلة اختبار على الدرس الأول ألف أكتب المستهل العلمي الدل لكل عبارة من العبارات الأتي واحد أثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة في السخور الوسوبية برافق الحفريات اتنين عملية تحول أجزاء الكائنات الحية القديمة النباتية أو الحيوانية إلى مواد سخرية نتيجة إحلال المعادن محل المادة العدوية للكائن جزء بجزء صحة التحجر باق استخرج العبارة غير مناسبة سمع اكتب ما يربط بين باقي العبارات دراسة تطور حياة الغابات متحجرة التنقيب عن البترول تحديد العمر النسبي للسخور الوسوبية صحة الغابات متحجرة طيب رب بينهم أهمية الحفريات اتنين حفريات سين ديناصور حفريات بيت ديناصور حفريات تراليوبيت حفريات خشب متحجر حفريات تراليوبيت بلان إيه حفريات متحجرة جيم ما النتائجة بترتبة على واحد وجود حفريات المرجان في مكان ما بدل على أن البيئة المعاصرة تكونها كانت بحار صافية ودافئة وضحلة اتنين انغماس الحشراءات القديمة في المادة السمغية التي كانت تفرزها الأشجار السنبرية صحة تكونت حفريات كائن كامل لمين للحشرات والتالي حفظت عليها منين من التحل السؤال الثاني ألف أذكر أهمية كل من واحد الحفريات المرشدة تحديد العمر النسبي لسخور الرسوبية الموجودة بها حفريات نباتات السرخصيات البيئة المعاصرة تكوينها كانت بيئة استوائية حرة ممترة رقم بها اختر من العمود بي ما يناسب العمود ايه وقعد كتابة العبارات كاملة واحد حفريات تدول على تفاصيل حياة نبات قديم رقم اربعة الاخشاب متحجرة اتنين حفريات تدول على ان الظروف ملائمة لتكوين البترول رقم واحد الراديولاري ثلاث حفريات تعتبر حلقة واصلة بين الزواحف والطيور اتنى الاركوبيتريكس اربعة حفريات لفكارية سبقة الفكاريات في الظهور على مسرح الحياة صح رقم ثلاث المرجعين جيم تعتبر القوالب المسموطة والطوابع احد انواع الحفريات واحد ما الفرق بين القالب المسموطة والطابع القالب المسموطة نسخة تبقى الاصل للتفاصيل الداخلية لهيكل كانحي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية اما الطابع نسخة تبقى الاصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كانحي قديم تركها بعد موته في الصخور الرسوبية اتنين اسكب مثلاً واحداً فقط لحفريات قالب مسموط واخر لحفريات طابع الأمونايت طيب طابع طابع سمك سؤال الثالث أكمل ما يأتي واحد الكائنات التي تكونت لها حفريات مرشدة عاشت لمدى زمني قصير ومدى جرافي واسع منين يستدل من السجل الحفري على أن نقطة ظهرت على مسرح الحياة قبل الحزيات والسرخص والتحال كما ظهرت نقطة قبل كاسية البزور عريات البزور باق هل تميل تصديق أن منطقة الجبل المكتم كانت جزء من كوع بحر نعم مع التعليل سبب جهود حفريات النيمولايت في صخور أحجار وجري جيم الشكل المقابل يمثل حيوان بري واحد ما اسم الكائن الذي يمثله الشكل الماموس اتنين اذكر سبب العصور عليه كحفريت كائن كامل الدفن السريع ومجرد موته في الجليم الذي حفظ عليه إيه؟ من التحلق سبب العصور عليه إيه؟ من التحلق